السلام عليكم أصدقاء في مقطع جديد فيديو اليوم سيكون عن التحديثات الجديدة لعملات اكس بلوس أولا تقوم بتحديث التطبيق من متجر جوجل بلاي ثم تلغط على زر التعديل بعدها سيطلب منك إنجاز بعض المهام تأخذ عليهم مئة قطعة أول مهمة لديك هي ربط حسابك على التويتر ثم تقوم بمتابعة هذا الحساب وتقوم بنشر هذه التغريدة أيضا تقوم بربط حسابك على الدسكورد والانضمام إلى مجموعتين بعدها يمكنك تفعيل التعدين مباشرة الخطوة الثانية هي الحصول على الباسكارد تضغط هنا على أسيت بعدها تظهر معك هذه الواجهة هنا تجد النقاط التي تقوم بتعدينها لكن لكي تقوم بتحويل النقاط من الـ X-Coin إلى VX Plus تحتاج إلى الباسكارد وكل مئة X-Coin تساوي 10 قطعة من VX Plus لتحويل النقاط الخاصة بك تضغط هنا على Redeem بعدها تظهر معك هذه الواجهة هنا سيكون نوع الباسكارد الذي ستحصل عليه تضغط هنا على Check-in بعدها سيطلب منك ربط المحفظة الخاصة بك يجب أن تكون قد أنشأت محفظة داخل التطبيق واحتفظت بالكلمات المفتاحية بعد ربط المحفظة تظهر معك هذه الواجهة هنا لتحصل على الباسكارد يجب أن تقوم بتسجيل الدخول اليوم إذا قمت بتسجيل دخول يومي لمدة يوم واحد تحصل على الباسكارد الأصفر وإذا قمت بتسجيل لمدة ثلاث أيام تحصل على الباسكارد الأخضر وهكذا وكل الباسكارد لديه عدد معين للتحويل كل شهر ولكي تقوم بتسجيل الدخول اليومي تحتاج إلى إذا على الأقل نصف قطعة من عملات المات تعود للمحفظة الخاصة بك ثم تضغط هنا على My Wallet بعدها تظهر معك المحفظة الداخلية للتطبيق وكما ذكرت يجب أن تكون قد أنشأت محفظة بعدها تقوم بتحويل الشبكة من الإثيريوم إلى البوليغون ثم تضغط هنا وتقوم بنسخ عنوان الإيداع بعدها تذهب إلى أي منصة وتقوم بإرسال العملة عندما يصلك الرصيد على المحفظة تعود لواجهة الدخول اليوم تضغط هنا على Reading ثم تضغط على Check-in مرة أخرى فتقوم بتسجيل الدخول كل يوم وفي نهاية الشهر يتم توزيع الباسكارد تضغط مثلا على هذا اليوم ثم تحدد عملة الماتك لأنك قمت بإيداع عملة الماتك بعدها تختار المحفظة الداخلية للتطبيق ثم تضغط هنا على OK فيأخذ منك رسوم بقيمة 2 سن تضغط هنا على OK ثم تقوم بإدخال كود المعاملة الخاص بك هكذا تكون قد سجلت دخول يومي لمدة يوم واحد وستحصل على الباسكارد الأصفر لكن من الأفضل استمرار في تسجيل الدخول اليومي للحصول على الباسكارد الآخر لأن الباسكارد الأصفر يمكنك التحويل به مرة واحدة في الشهر كان هذا كل شيء أصدقاء إذا كان هناك تحديثات أخرى سيتم نشرها لاحقا وإذا كان لديكم أي استفسار أتركوا لي في التعليقات وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله